اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عربية وعندي تقريبا تركيز على الوجوه وأكثر لوحاتي فيها الوجوه سنشوف فيها أنه بس مجرد عين وحدة وهذا الشيء طبعا لأنه يعني بالفن التجريدي أنه أنا أركز بشكل كثير على شكل الجسد الإنساني كوسيلة التعبير عن مشاعر عن مشاعر الفرح المعاناة الحزن فالعين الوحدة مثلا أو يعني خلي نقول مثلا نأخذ يعني أخذ جزء من العين جزء من الأنف جزء من الحلق كصورة شخص بلا هوية ما أعطي تفاصيل الوجه كاملة حتى يعطي شوي يعني يزيد للخيال والغموض طيب خلينا هنا يمكن شاكسين كمان هوني هيدا يمكن فن عن جد تجريدي لأن أنا يمكن مش كتير واضح الصورة بس الألوان اللي استعملتيا أيضا كيف كيف بتنقل الألوان كيف تختاريه والله بالنسبة لهذه اللوحة بالذات يعني حبيت أنه استعمل بس أركض على لون واحد قوي اللي هو اللون الأحمر وشفت عنها الصورة ما لدينا هذا إذا يعني إذا تقدروا نشوفهم بوجه إنسان شخص جراز يعني فهذه عبارة عن الخطوط المكسر اللي أسميها اللي ممكن إذا واحد معا بالصورة أكثر ممكن يبدأ يشوف أشكال ثانية فيها فيها نوع من التكعيبية تقريبا شو عمد تشوف هذه لوحة فيها أجساد اثنين شخصين وطبعا هاي طريقة الثرد الصبغ الأصباغ في شكل عشوائي بس هم حتى يجسم شكل إنسان بس يعني هذا دارج هذا الأسلوب ولا شيء نقدر ما حدا يستخدم والله يعني أنا بطرحة ما شفت كثير بس من هال الأسلوب هذا بالذات يعني أنا كثير متأثرة بالفنان جاكسون بولك الأمريكي اللي نفس الشي كان يرسم على الأرض يعني ينثر اللوحة على الأرض ويسكب عليها الأصباغ بشكل عشوائي وتطلع على لوحة اللوحات اللي يعني أنت وقت ترسم لوحة لنا هل بيكون شكرة براسك بالجسدية وما تغري على اللوحة لا يعني عندي اللوحة يعني 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 أبدأ بوضع الخطوط بوضع الألوان بشكل مرتجل بشكل عصر مثلا يعني هل نشوف كأن تظاهرة مثلا مجموعة من الأشخاص نعم هل ضبور؟ نعم هذه أول ما بديت بها بس يعني بديت خطوط بس مجرد أجساد يعني أشكال يعني ناس بس عندي لوحة يعني تمر بمراحل كثيرة هل يمكن شو أوضح هلينغ 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 شو؟ هلينغ من أول بدايات يعني هذه امرأة عربية يعني ستايلها هلينغ يعني ما خطها من من أحد الفناني العراقيين اللي كنت أدرس من السابق ستايلها عربي أكثر رجعنا إلى الوجوه نعم هنا شو يجسد هذا الوجوه لماذا يرمز يعني المشاعر مشاعر المقبولة خلينا نقول يعني بيام حزين شوية الوجوه يمكن وفيه حزن فيه قلق فيه القلق بالنسبة للمجهول وطبعا عن طريق الألوان يعني الألوان اللوحة قوية تعطي حتى فيها شعور يوحي للغضب ممكن إذا تختاري مثلا 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 فيهن الخط الأخضر بنص الوجوه لشو يعني هذا ومجرد ألوان يعني يعني ما يرمز إلى شيء معين بس مجرد تضاد لوني يعني الألوان عندي دائما تضاد تشكل contrast يعني هو هذا الشيء اللي يجذب النظر إلها طيب لنا يمكن لنا لوحة هنا على ست معنا خبرين عشران كمان كل مجموعة الصور هي السكتش هذه بوستر أنا مصمت كولاج لتقريبا عشرين لوحة فهذه حبيت أهديها لبرنامج الصباح العربية شكرا وتهني لكم طبعا بمناسبة لبرنامج شكرا بصير لإليكم إن شاء الله لها سيكون معنى كبير كأنفسنا يعني عشرين لوحة بلوحة تيري يعني إصابة هيد شكرا لإليك لنا وظيف لك شكرا 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 ودخلنا على مدخل التشكيلين مع الرسمة والفنان العراقية لنا العقالي شكرا